السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير موضوعنا النهاردة بتكلم عن كيفية استرجاع السور المحزوف في الموبايل عن طريق تطبيق بسيط جدا اسمه ديسك دجر ومعنا تطبيق تاني اسمه دمبستر هقولكم فيديو توقع في اخر الفيديو طبعا التطبيقات دي موجودة على الجول بلاي تقدر تحملها بساطة جدا الشرح ده خاص بالاجهزة اللي بتعمل بنظام الاندرويد يعني مش هتشتغل على الايفون طبعا ولا هتنفع التطبيق دي على الايفون خالص تمام عشان طبعا كل نظام تشغ بيبقى ليه تطبيقات اللي بتشتغل عليه عشان ما اطولش عليكم تعني ابدأ الشرح قبل ايا حاجة يكون شاكل لكم لو عم تشترك للقناة بتاعتي وفعلت زر الجرس عشان سوركم كل جديد الخطوة اللي بعد كده هنروح نحمل التطبيقات طبعا هحملوه مابل كده بس هقولوكو طريق تحملهم من على الجول بلاي هتفتح جول بلاي وتكتب ديسك دجر طبعا هكون سايب لكم اللينكات بتاعت التطبيقات تحت الفيديو برضه عشان تقدر توصلوا بطرق اسرع آآ انت بتفتح جول بلاي تبحث عن البرنامج بيزهر لك كده التقييم بتاعه واربعة مسلا آآ والعمليات التنزيل بتاعته ميت مليون هو ده التطبيق بتاعنا بتاع الشرح بتاع النهاردة عشان ما تحملش تطبيق تاني هتروح تعمل تثبيت للتطبيق بعد ما تثبت هينزل معك بالشكل ده هتفتح التطبيق عادي جدا طبعا التطبيق عشان يشتغل بكفاءة جدا لازم نكون آآ عندك روت على الجهاز لو ما عندك شروط التطبيق ايشتغل عادي جدا بس مش هيرجع الصور كلها فهنعمل بدء مسح الصور الاساسي لو ما عندك شروط عادي دوس على بدء مسح الصور الاساسي نعمل سماح ونسيبه يبحث الصور المحزوفة طبعا بنجمش بيرجع كل الصور قال في حالة واحدة ما يكون على الجهاز روت إنما لو ما عندك شروط هيرجعلك بعض الصور برنامج جميل جدا تابع معاكم الخطوات إن شاء الله في الفيديو هو بيبحث الوقتي عن الصور طبعا دي كلها صور ممسوعة تابع معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتختار الصورة كده هتعلم عليها صحي كده او الصور اللي انت عايزها تمام وبعدين هتروح تضغط على استعادة تمام هيظر لك وجهة زادية هتختار الاختار اللي في النص احفظ الملفات على موقع مخصص تمام وبعد كده يفتح لك الزكرة الداخلية للجهاز هتختار هنا المجلد اللي انت عايز ينزل عليه الصورة انت تختار مجلد معينة انا اختار مسلا مجلد دولود تمام وهعمل موافق تمام بقول ان تم حفظ الملف هو عشان نتأكد برضو هنروح على ملفات الجهاز مدير الملفات او ملفات الجهاز تخزين الهاتف وهنروح على مجلد الدولود وهنفتح الصورهيات الصورهيات اللي احنا اللي احنا علمنا عليها واسترجعناها من البرنامج تمام ده بالنسبة لأول تطبيق تاني اللي معنا النهار دا اسمه دامبستر وزفت التطبيق ده ان انت بعد ما تسطب التطبيق وحزفت مثلا صورة او مقطع فيديو او ملف صوتي بالغلط تقدر تسترجع الملف ده عن طريق التطبيق ببسطة جدا هنروح نحمل التطبيق المتجر بلاي نكتب اسم التطبيق دامبستر طبعا هكون سايب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو عشان تقدر تصله بطرقة اسرع طبعا تتأكد ان التقييم بتاع التطبيق اربعة وثلاثة من عشرة هتروح تعمل له تثبيت بعد ما بتعمل تثبيت هتدوس فتح وتدي الصلاحات للتطبيق وافق ابدأ اساسي بعدين احزفها تالي تم وبعدين حسنا استمرار سماح وهنروح نجرب نحزف كذا مقطع فيديو مثلا نشوف البرنامج هيسترجعهم او لا احزف مثلا المقطع ده والمقطع ده حسف نفتح البرنامج هتلاقي طبعا طبعا كنت محمل الفيديوين دول من على سناب تيوب فهو هنزل للمجلد بتاع سناب تيوب ممكن تلاقي الحاجة اللي تمسحت هنا تلقائي مباشر هنا ممكن تلاقي في الملف ده او في الملف اللي كانت نزل عليه الفيديو ده تمام هنا المقطعين اللي انا حزفتهم او ممكن هنا اعمل لهم استعادة لشان تعمل استعادة للملفه معين تفتح الملف وتعمله استعادة هنا وبرجع لك الفيديوهات ما كانها برضو هنروح مثلا نحزف فيديو تاني نفتح البرنامج هتلاقيه جاب الفيديو هوا تسترجعه تضغط على الفيديو وبعدين استعادة بيرجع لك الفيديو مكانه الطبيعي رجع لك الفيديو هوا تمكانه كده شرحينا تم طبعا نسيت اوضح حاجة البرنامج ده ده بيرجع في حالة ما انت تسطى بالتطبيق يعني تسطى بالتطبيق الاول وبعدين لو حزفت حاجة بعد كده بالغلط البرنامج بيقدر استرجعه حالك اذا كانت صورة او فيديو او مقطع صوتي كده شرحينا تم ارجو ان تكونوا استفادتم الشرح وشكرا اشتركوا في القناة